سلام لبنات وشراكم مشاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة مرحبا بكم في الفيديو تا اليوم اللي راح ندير لكم كوات بيبي كما تعرفوا بلي توجو يعني في طقم بتاع البيبي تخوسوكا من نحتاجوا كوات يختوم على هذا الوقت وقت البرد ولا يدوموندي وكوات ما يدوموندي وشلدغاء طبعا لبنات اللي اول مرة دخلت للقناة مرحبا بها ونقولها اشتركي مكش راح تندمي راح تشوفي غير الجديد معي ان شاء الله وتتعلمي معي غير المفيد وخليوا لي لايك للفيديو والتعليق جميل هذو القياسات تاعنا تاع اللي راح نديروا بهم لكوات كوات بيبي ما لازمش تكون كبيرة بزيف ما لازمش تاني تكون صغيرة الحجم احنا نحتاجوه والله الشكل اللي نحتاجوه اللي هو راح نحتاجو قياس متر وعشرين اعلى متر وعشرين كما راكم تشوفوا الهنان عندي رادة الوصول هذي بربعين يعني رابعين رابعين متر وعشرين اعلى متر وعشرين يعني راح يجينا الشكل تاعنا مربع هنا انا راني حط القماش على الوجه التاعو يعني عادي طرحتوا برك باش نوريه يقولكم فصلتوا عادي اذورك راح نقلب القماش راح ندير الوجه تاع القماش هذا الاول مع الوجه تاع القماش الثاني يعني راح نمد الوجه للوجه ونخلي القفعله برا هذي الخطوة الاولى بعد ما فصلت متر وعشرين اعلى متر وعشرين راح نقلب الوجه مع الوجه وراح نحط لوات التي راح ندير بها لا كوات هنا يا مولاحظة فقط اضافة الاغوات التي نقوم بها كوة البيبي لا يجب ان تكون خشينة بثيف يعني سوف نقوم بكالية نقصة خفيفة يعني لا يجب ان تكون ثقيلة عليه و لا يجب ان تكون خشينة بثيف باش لا تعرقش البيبي لا خطر مليح نغموه بثيف هنا سوف نقوم باعت الاغوات التي تقوم بها 20 ميل للمتر سوف نفصلها ثاني كعلى قدها دروا تشوفوني كيفين نحط الوجه مع الوجه ونحطها فوق الاغوات ان شاء الله حقا ذا اللبناء تعني حطيت القماش اللاعي فوق الاغوات لاغوات كيفين راييركم تشوفونها هذا مريح الشيء خفيفة برك ما لازم ينخشينها بثيف كنت اضطيت الوجه مع الوجه و اضطيتهم فوق اللاوات التاعي درقوش راح ندير اللاوات اضيفوه هنا يا جينا فيها واحد الاعويجاج هكذا راح نحي هذا الزيادة و راح نفصل عليها تقريبا علحافة فتاحة تماما و في نفس الوقت راح نعقب عليها ندير لها دي زيبة نقول والله في المساسك الكبار يعني نشد الحواف كامل مع بعض هنا طبعا بعد ما كنت نحيت اللاوات الزيادة عندي كنت حكمت بلي زيبانجل هنا يا هنا ما دامها قوات بيبي يعني حاجة خفيفة حاجة صغيرة اما كتكون قوات تاع بلاسة او لا تعدى بلاسة من احسن من استخدموش ليزيبانجل لخاطر نريسكي و اول حاجة يعني انهم يطيروا يتنحونا ثاني حاجة انهم يدخلوا فينا يعني يجرحونا على هذيك نستعملوا ليزيبانجل هنا معليش اما في الحجم الكبير نستعملوا احسن لمساسك خير لاحظة ما نحاولوش نشبحوا اللاوات ملتحت لازم تكون اللاوات هنية راهيق براحتها يعني ما نحاولوش نجبدوها هكذا ابدا ما نحاولوش نجبدو نخليوها في راحتها وكي نشدو بليزيبانجل طبعا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة نفسها لازم يكون القمش اللاوات هنا لازم باش يجيونا ليزيبانجل منهوق فوق القمش اللاوات الجيهية اللي ملتحت تمشينا مع السنين تاع الماشينا ما نقدروش نخيطوا اللاوات ملفوق مع اللاوات الماشينا اللي هذيك احسن انه تكون اللاوات ملتحت ولقمش ملفوق ولقمش طبعا كما قلتكم راهوا الوجه مع الوجه هكذا اللي زيبانجل راك يتخيطوا امام طورا كي تنحي فيهم يعني ما خليوهمش هنه فقط الوجه اللول الحفة اللولة تعلى قوات تعنا راكم كما راكم تشوفوا قدتكم هنه 40 سنتيمتر هنه 40 و هنه 40 راني خليت هذي الفتحة تعى 40 سنتيمتر حددتها يعني باش بيينتها درت لها نيزوج نيزيبانجل و هنه ثانيك زوج وعليه انا راح نبدأ مننا الخياطة تعي ونروح ساير داير كينوصل للهنة نحبس انا شخصيا تصرى لي يعني هذا الموقف هذا ساعة ساعة ونفوت نكمل الخياطة حتى نلقا راح يتلاقيت مع الخياطة مع الديبيتا الخياطة مع الاول على هذيك توجور نحدد المسافة تعي تعى الفتحة اللي راح نخليها اللي راح نقلب من بعد بها لقوة تعي ضركة نعاود ندير لها تور تورتا خياطة يعني ساير داير ونعاود نرجع معاكم نحنا لبنات راني بعد ما خيطت الخياطة ساير داير يعني حكمت القماش تعي في اثنين معاهم لاوات كي ما راكم تشوفوا اللهنة هاذي هي الخياطة راني درتها ساير داير وهاذي الفتحة اللي كنت خليتها لهنة هاي لاوات ملتحت ونبعدها جاي فوق القماش اللول و القماش الثاني بعد ما نحيت لي زيبانجل التوعي كامل راح نجي الخطوة هذي المهمة اللي راح نديرها اللي هي اني نشد المقص التاعي وعندنا هنا الخياطة وعندنا توجور يجينا هذا الزيد التعلق من هذا تعلاوات شوفوا الخياطة وينراهي مثلا وهذا الزيد تعلاوات عفوا هذا الزيد نحيوه ما نخليهش يعني نجيبه في الجهة هذي نرجع وقماشنا هكذا ونقص هذا الزيد تعلاوات هذا هو اللي راح يخلقنا الاشكال اللي كينقلبو لك هو تتاعنا ما يمدناش مظهر مليح على هذيك نخليه غير شوية فقط قليل فقط امنين راهي حاكمتنا الخياطة حاكمتنا اللاوات شوفوا الخياطة وينراهي توجور كين هذا الزيدة هذا الزيدة نروحو نحيوها نقصه قدرا مستطاع ما نيش نحكي على اللقماش راني نحكي فقط على اللاوات انا ذوك نروح نحيها ساير داير ومن بعدها نجي نقلب لها كوات تاعي ومو لاحظة واحد اخرى لبنت عند الفتحة ما نقصوش لاوات عند الفتحة تاعي ما نيش راح نقص لاوات معليش هنا ينقص لاوات هذي الزيدة عند الفتحة ما نقص وعليه لخاطر من بعدها رايح حكي نخيطها راح تجيني سوا سوا فهمتوني لبنت هنا راح تشد بالخياطة ما هنا ما عندوش وش يشدها علي هذيك ما نقصش منها نخليها قد قد انا ذوك راح نحي زي التعلاوات ونقلب لها كوات وتشوفوها مقلبة ديات هذي هي لبنت لها كوات بعد ما كنت قلبتها ها هو وجه الاقماش الاول وهذا وجه الاقماش الثاني نحاولو فقط من الداخل من داخل كي نكونوا نقلبو فلا كوات نخرجوا برك هذو اللقنوط مليح لقراني هذو الكوات توعنا نخرجهم في ربعة نخرجهم مليح يعني ما نخليوهمش داخلين وهذه الفتحة كي ما قلت قلت لكم ثاني ما ننقصوش من اللاوات هنية في الجهة هذي فقط راح ندزوها هكذا الداخل ندزوها دخلوها هنية مليح ونجيبوه من بعد هذي الحافة نطبقوها هكذا للداخل والحافة هذي نطبقوها للداخل ونخيطوهم مع بعض من قبل ما نخيطو نحكمو بليزي بانجل يعني نديرو بانجل هنا بانجل هنا بانجل وشنو هذي الحافة نطبقوها للداخل هكذا كي ما راهي ونطبقو هذي لداخل ما تهمنيش لاوات انا لاوات ما راح نحكمها في الحافة هذي الصغيرة يكفيني انها راهي محكومة هنا ومحكومة هنا يعني هذي المسافة 40 سنتيمتر ما هيش راح تأثر على هذيك انا يا رايحة فقط راح نغلق الفتحة الفتحة كيفاش نغلقها كي ما كنت هنا يا خيط من الداخل هنا كي ما كنت خيط على بعد واحد سنتيمتر هنا ثاني راح نطبق واحد سنتيمتر للداخل ومنا واحد سنتيمتر للداخل ونخيط خياطة من بره عادي جدا هذو هما لكوات هكذا لازم تكون الفتحة هذي مغلوقة من الخارج هنا فقط لبنات هذي الفتحة تعالى كوات هاني كيفاش راني غالقتها كي ما قلتكم هنيان دخلوا واحد سنتيمتر منا واحد سنتيمتر منا هنا حبيت نوري لكم الاتجاه تعليزي بانجل لازم هكذا يكونوا منا داخلين للفوق يعني لازم تديروها في الاعتبار يعني في الحسبين بللي البانجل يدخل منا يطلع للفوق باش من بعد كي جي تخيطي باش من بعد كي نجي ونخيطو راكي تخيطي هكذا وكي توصل لخياطة البانجل تسحبيه منا وتنحيه وتخلي للماشينا يعني وين تخدم هكذا بعد مغلقت الفتحة لكوات تعي راح نجي هنا ينجي بالمسطرة نحتاج محصر مسطرة كبيرة ونحتاج قلم رصاص او طبشير انا الطبشير هنا واش راح يباني مليح لانه ابيض ما نحبش نخدم بالالوان الاخرين لانه يبقى لي تراث تاوعهم هنيا واش راح ندير راح نهز مسافة عشرة سنتيمتر على بعد الحفة هذي وندير هنيا ندير خط صغير نقطة ونزيد نكمل نزيد على بعد عشرة سنتيمتر ندير نقطة ونزيد على بعد عشرة سنتيمتر ندير نقطة هنيا كنكمل النقاط التاوعي راح نجي نربط بالمسطرة هنيا انا واش راح ندير راح ندير على بعد عشرة سنتيمتر من الحواف كامل يعني هكذا من الحواف كامل تعلق الكوات التاعي راح ندير اطار دخلاني هكذا راح نبدأ تطرح درت مسافة عشرة سنتيمتر يعني على حساب القياس تعلق الكوات التاعي هنيا راح ندير عشرة سنتيمتر من بعد نزيدو بعد مسافة واحد اخرى نزيدو نديرو تطرح واحد اخر هذا مكان راح نديرو زوج اطارات فقط داخل الكوات التاعي هنرا راني خدمت الاطار اللي هو التاعي درتو بالقلم وبعد ما درتو بالقلم اكيد درتو بالقلم مع لهبه ما يجيش ليتخاص تعبيني نواضحين بزاف يعني مجرد باش نتبع الخياطة هذا مكان ومن بعد نجيب لمساسك التاعي اللي يكون الحجم التاعهم كبير طبعا انا هذو ما اللي نخدم بهم حجم الكبير هكذا باش نضمن انهم ما يتنحوش وقت اللي يكون نطرح في الكوات التاعي وثاني نحيهم يعني بسهولة ما يجرحونيش اكيد في يدي راح نشد في كل بلاسة ندير مساك يعني هنا راح ندير المساك التاعي وطبعا لازم يكون مل داخل هنا راح نوري لكم واحد فقط نديروا المساك التاعي نشد بيه مل داخل حتى البره هكذا ومن بعد الثاني نجيب بعد مسافة الصحة هنا ندير في الاعتبار التاعي باللي نشبح القماش التاعي من التحت ومن الفوق نشبح هكذا وندير المساك التاعي ثاني ونكمل كامل نوريهم لكم قبل ما نخيطهم وقبل ما ندير لنا نتبع هذك القلم بالخياطة هاي ليكم هذي البنات لكواد بعد ما كنت درت لها الاطار الاول اطار الاول على بعد عشرة سنتيمتر من الحافة ودرت له المساسك التاعي شديته كامل وزدت درت اطار واحد اخر على بعد عشرة سنتيمتر من الاطار الاول وكيف كيف شديته بالمساسك انا محب ما بغيتش نخيط الاطار الاول ومن بعدها نعود نقول لي اطار الاول حكمتو بالمساسك زدت الاطار الثاني درت له المساسك ونخيطها كامل هنا راني درت الاطار الاول طرحتو وراح ازد نخدم الاطار الثاني معكم ندخل الكوة التاعي تحت الابرة ونحي المساك الاول هنا نحطو الابرة ندخلوها ونديرو بوان ذاغي يعني بداية الخياطة التاعنا تجور نفيكسيو يعني نثبتو الخياطة التاعنا باش ما يتحلناش الخيط ونتأكدو بالقماش من تحت راهم سرح ما هوش مكمش ونديرو الخياطة تعنا عادي واشنو لازم نجبدو القماش نجبدوه من بيدنا اليسرى يعني كما راكم تشوفو انا نجبد من الامام ونجبد قدامي ثاني من قدامي ثاني نشبه يعني هكذا نخيط والكتان نكسل ولازم ننتأكدو بالليرا نحكمين القماش الفوقاني والتحتاني مع بعض حكذا باش نجبدوهم بنفس المستوى يعني ماشي نحكمو غير فوقاني ونخليه التحتاني هكذا تطرح هنا بصفة جيدة هذي اللي بنت لها كوة التعيراني كملتها هني كملت لها التطرح هاكم تشوفو هكذا هذي الجهة اللي كنت قدرت عليها التطرح وهذي الجهة الاخرى ما راكنش حتى تكماش حتى تنكيماش في القماش ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم الطريقة تكون سهلة يعني هي مبدئيا يعني ما فيها حتى خدمة بزيف وفي الفيديو القادم ان شاء الله راح نزيدلكم ليزاكسي سواغ والله الربطة اللي نديروها من بره اكذا باش نحولوها الى بورت بيبي هذي المرة الفيديو راح طويل بل بزيف ان شاء الله هالمرة الجاية تشوفوها واجدة ان شاء الله و الى الملتقى البنات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة